يواجه رأس النظام السوري ولأول مرة منذ تسع سنوات تحديات كبيرة قد تحدد مصيره وقدرته على تعزيز قفضته على السلطة وهي الانشقاق داخل عائلته وانهيار الاقتصاد وازدياد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا صحيفة واشنطن بوست اعتبرت الخلافة العلنية بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف أحد أعراض المشاكل العميقة بعد أن أصبح مخلوف غير قادر على التواصل مع رأس النظام بشكل مباشر وفي سلسلة من التصريحات التي تنطوي على تهديدات متزايدة ألمح مخلوف إلى قدرته على إحداث دمار في الاقتصاد السوري من خلال سيطرته على شبكة من الشركات التي توظف الآلاف من السوريين كذلك رأت الصحيفة أن المشكلة الأكبر للأسد هي الاقتصاد الذي دمرته الحرب والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف للضغط عليه وتمنع أي نوع من الاستثمار أو تمويل إعادة الإعمار كما أنه اعتبارا من حزيران القادم ستدخل العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر الذي يستهدف أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم للنظام السوري إضافة إلى هذه الضغط تشهد علاقة الأسد مع موسكو توترات متزايدة فخلال الأيام الماضية انتقدت العديد من المقالات الأخيرة في وسائل الإعلام الروسية نظامه بسبب تعنته وفساده وجاء النقد الأكبر من السفير الروسي السابق في سوريا أليكسندر أكسينيو نوك الذي قال أن رفض الأسد تقديم تنازلات سياسية يتعارض مع مصالح روسيا وأن النظام متردد أو ليس قادرا على تطوير نظام حكومي يمكن أن يخفف من الفساد والجريمة كذلك تقدم الاضطرابات في محافظة درعة جنوبية وهي أول محافظة سورية ثارت ضد النظام عام 2011 إحدى التحديات التي يواجهها النظام الذي أرسل قواته إلى المحافظة لقمع دوامة من العمليات التي أودت بحياة العشرات من هذه القوات خلال الأشهر الأخيرة وهو ما اعتبره مراقبون تحركا جديدا ضد النظام في طور التكوين